عسلامة ومرحبا وينك ومشاء الله لكم بخير النس كله وصفتنا اليوم بيش نحضروا بخور البخور هيدا بيش نحضروا الرمضان ان شاء الله كي ما تعرفوا يكثر هكا القليين تعد هكا برشا وماكن في الكوزينة ماذا بينا نعملو هكا حاجة تخلينا الريحة طيبة البخور هيدا لاحظت انه الفيديو في القناة معناها لقاء استحسان برشا ولقاء تفاعل برشا قلت نتقاسم معكم الوصفة هيدا بتاع بخور العرعار اللي هي وصفة حصرية ومهيش موجودة خلاص معناها تلقوها من عندي ان شاء الله وتجربوها بقدرة ربيته وتشوفو تجيكم روعا بيشنو بش نسحقو بش نسهل عليكم المقادير عنا العرعار هذيكا مثلا على 500 جرام عرعار اللي هو هيدا معناها العرعار تلقوه عند العطار وحاجة متوفرة عود للداد العود هذيكا كما تشوفو مثلا 200 جرام الداد عود العداد ولباح ذاه هذيكا شوش الورد تقريبا 100 جرام شوش الورد اللي هو الورد الجوري المجفف هذيكا 100 جرام نسحقو نعود لكم بالنسبة للعرعار 500 جرام عرعار 200 جرام الداد و 100 جرام شوش الورد بالنسبة لبقية المقادير عندي العودو جرونفون تقريبا 50 جرام كيف كيف 50 جرام زعفران والجاوي معناها بالنواع الموجودة مثلا لبيض الأسود حكاية 50 جرام هذيه المقادير وبالنسبة للمعنى هالي كيفاش باش نعطروه باش نستحقو الماء والوارد وباش نستحقو للعطر معناها الخاص بالبخور تو نوريه لكم ونستحقو زادة ازبت معجون ازبت به هذيه المقادير تو حصيلو زادة باش نكتب هالكم على صندوق الوصف وتكون واضحة عندكم بهي شنو نعمل يلزمني مثلا ننظف المقادير اللي عندي مثلا معناها مش شوائب اللي موجودة العواد مذبية نحيها من ملع عرعار وشوش ورد يلزمني نحي هاك القعمور هذيكه نخلي كان جيست معناها الورد معناها الوراق معناها هاك القعمور امتاعه النحو هذا خاطر مثلا هذيك هذا هو يلزمنا نتخلصه منه نخلو جيست الورقة اكهو هذا هو عليش على خاطر مثلا اه نخلو الورد باش يخلينا هكا ريحة مزينة والعودة والهذاك القعمور ما هي معناها يجينا هكا مش بهي نتخلصه منه هذي المقادير ان شاء الله تكون واضحة اول مرحلة كي ما قلت لكم النجوه من الشوائب قوم بعد انحطوه في الشمس مهم برشا نحطوه في الشمس باش يجند شوية كي ما نقول ولا خاطر باش نهرسوه معناها ليش باش ندجدجوه يلزم يكون هكا جاند من الشمس ويجينا اه التهريس متاعه وسهل عصيرو باش نهرسو اه كل شيء عود الاداد هذا باش رطبوه اه كي ما تشوفو مهريس عربي راهو يمكن تلقو ثم معناها انواع متاع طحونة تخدم مثلا اه الحاجات هادية تنجموا مثلا كيعود عندكم كمية كبيرة تعملوها في الطحونة واذا كان كمية صغيرة باش تعملها لدهرك اه تعمل بالمهريسة هذا معناها هذه وصفة كي ما قلت لكم للبخور حصرية نعتمدوها معناها في رمضان على الكوزينة وارويح الزيت والقليان وحاجة اه مثلا فكرة المشروع اه مربح للي هكا تحب تخدم على روح كمية للداد هذا عود كيف كيف مثلا اندقتوه بالمهريس يلزم ترتبو كل شيء ينصير شوشورد العرعار كل شيء العرعار مثلا تنجمو تحتحتوه بين يديك ماكيكة انطرفو ما تنجمو تهرسوه تنجمو له باي هذي المقادير كلها حضرناها ماذا بيكم تعملو هكا حاجة تستخدموها كل البخور عليش هذي ديما نخلط فيها البخور عليش على خاطر مثلا يخلي هكا الريحة اه حتى قد ما تغسلو اه مثلا متنجمو مش تستعملو في حاجة اخر خلي ديما معون البخور اسبيسيال ليهو بتوا باش نخلطوهم امليح مليح كما تشوفو مثلا ندخلو المقادير كلها مع بعضها وشنو باش نعمل باش نبدو هكا اه نحضروا اه للبخور متاعنا ونعطروه اول حاجة يلزمني النفخو في ماء الورد بايه اه بالنسبة ليا اه هذي ايترا باش نصب السعاء الكمية هذي بايه بالنسبة للتنفيخ راهو جسد التنفيخ مثلا كما نبلو الكوسكسي اه مش مش مثلا نرنخوه برشا وما خلوشو شيح عين ميزانة ممكن راهو مثلا حسب الكمية اللي عندك مثلا ممكن تستحق اكثر هذا عليش نحط هكا المرة لولا كمية معينة ونبدأ هكا نخلط بالطريقة هذية ونوزع اه المورد على على فكرة ويت دوب ما هكا صبيت المورد وبليت ومعناها ريحة ميش نورمالة هذا ما زالوا ما كملش معناها جسد على اللون نخلطوه بالطريقة هذية مليح مليح بالنسبة لياه كمية المورد ما كانتش كافية هذي عليش زيت شوية شوفوا كيفاش راهو نبلوه ويبقى هكا يترمل معناها ما ما يتلبطش دوب الليش كملت شوية ما كملش برش معناها حاولوا اتفابتو في معناها كيفاش بليتو باش مترنخوشو برش دوب الليش كيكا انا بلينا الكوسكسي طوام بعد ما بليناه شنو باشنا عملولو يلزمنا نحطوه هكا في اقماش نظيف ونخلوه يشيح يلزم يتنفخ المورد هذيك وفي نفس الوقت يلزم يشيح بينصور التشيح راهو مووش في الشمس التشيح متعلى بخور راهو فضل مثلا يلزم مثلا بيت صالة بيت مثلا بيت معناها بيت النوم بيت هكا تحب تخلي فيها الريحة متعلى بخور طيبة هذيك هي اللي تشيح فيها باش ريحة البخور تشد فاكل بيت هذيك تشيحوا مليح مليح شوفوا بالطريقة هذيه شرب المورد وفي نفس الوقت شيح ممكن انت الشيح معناه يتعد علي نهارها كيكا شيحناه توق شنو باشنا عملولو باشنا عملولو الزبد شوفوا الحاجات هذيه راهي متوفرة عند العطارة ما تخافوش حاجة عادية بالنسبة للزبد هذي شنو هو عبارة على فازلين الفازلين هذي عليش مثلا كيما تعرفوا اه الفازلين هي اذا كان حبو هكا بلاسة تقعد فيها كل شي يقول لك اعمل شوية فازلين واعمل اه هكا البرفان هذيك البرفان مثل تشد برشا وما تنحيش عليش نعملو الزبد باش كي نحطولو العطر يشد فيه معا مثلا ما يتنحيش يلزمنا نعملو دهنة للبخورو متاعنا بالزبد بالطريقة هذيه بانسيو ريحته قوي على خاطر هو مع معناها مجموعة ملحشيش وكل فازلين كي ما شفتوا القوام متاعو ما كثرو شبرش على خاطر ريحة متاعو قوية شوي دوب الليش هكيك حكيت مغرفة صغيرة بالطريقة هذيه ونحركو مليح مليح حصيرو كي تعملو هكا فيه تحسو كأنو هكا كلي مزيد شوية بالطريقة هذيه حكيت راي اه مغرفة طرن مغرفة صغيرة اكا هو معناها مستحقوش باشا كي ما قلت لكم الريحة قوية ودوب الليش نعمل هكا الحاجة باش اه المعناها العطر مبعد متاع البخور كي نعملوه يشد في البخور وما يتنحاش هذي الفكرة عليش نعملو الزبد كيف كيف نخلوه يشيح شوية معناها مزبد نجم هكا مثلا في نفس النهار ليش تعمل فيه العطر ولا تخلي يشيح شوية قدر ساعة ساعتين هكيكا ومبعد في مرحلة اخرى باش نعملو العطر امتان شوفوا الدبوزة هذي ليجا فيها العلم بتاع تونس معناها موجودة راهي عند العطارة شوفاها مليح مليح العطر هذا هذا عند العطارة معناها تمشو تلقوه باذن الله وراهو متوفر غير متخافوا ميش معناها حاجات ميش متوفرة الكمية هذي معناها استحقيت دبوزة كاملة ملعطر هذا وباش نبدأ انوزع بالرسمي ان شاء الله تجربوه الريحة الريحة هبالة الريحة روعة ما تتخيلوه شو مخاخكم بالرسمي ريحة روعة نبدأ هكا انوزع الريحة هذيكا لين هكا تدخل في البخور هذي اه معناها المرحلة كل متاع اعداد البخور وتوا يلزمنا انبعد الريحة امتاعه العطر امتاعه يزمنا كيف كيف انشيحو على خاطر بش يبقى مندي شوية من هكا الريحة هذيكا يلزم يشيح باللق داب اللين مثلا يقند وما يبقاش هكا مبلول وردوا بالكم اذا كانت خبوه مبلول ولا مندي راهو يفسد مهم برشا راهو يلزم يشيح مثلا تخلوه يشيح في عقله خلوه في هكا البيت هذيكا اللي بيشتعملوا فيها البخور خليك يشيح راهو يخرج ضد الريحة متاعه في هكا البيت هذيكا وتتفوح معناها باللق داب باللق داب وفي نفس الوقت يشيح هنا ويكون صالح للاستعمال بالرسمي جربوه وتوا تستغنوا مثلا على الارفريش وكل معناها كل الخاصة بالكوزينة وبالدار وكل شي في رمضان تجربوه ورحموا على والدية بالرسمي بالرسمي حاجة هايلا وبش نوري لكم ان شاء الله طريقة التبخير كيفاش للي عنده بخارة معناها الالكتريك اللي تمشي معناها بالكورون يحط شوية هكيك عار عار بخور عار عار بالطريقة هذية واللي عنده زادة مبخرة هذي اللي تحط على الجاز هذي مطين واللي عنده نعملو حتى حكة هذي هي معناها لأي بخارة مثال تحطها على الجاز تحطوا معناها شوية بالطريقة هذية زادة تبخر معناها بالجدام واللي عنده يستعمل في الشربون هذا الكنون بتاعنا بتاع البخور نعملو الفحم العادي واللي هذي كمعناها الصغير اللي بالطريقة هذية سوى تحطوه لنا في الكنون او المبخرة اللي تكون هكا عصرية وكل شي تكون مزيانة تحطوا عليها الشربون بالفحم بالطريقة هذية تشعلوه وتحطوا عليه شوية العرعار يبخر لكم وتجيكم هكا الريحة مزيانة بسلامة الناس كل اشتركوا في القناة